أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهام بالاتجار في البشر وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن وكانت شهادة شهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بدار الإيواء وما شهد به مجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الدخلية فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين والأخصائين الاجتماعيين ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسية ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اشتركوا في القناة